إلى كلمة ممثلة قطر في مجلس الأمن في الجلسة الاسطنائية على المستوى الوزاري لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى ضحايا عنف المستوطنين وسلطات الاحتلال فضف الغربية المحتلة وهذا هو ما جعل عدة مسؤولين دوليين يؤكدون أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة ودفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلسكم الموقر استنادا للمادة 99 من الميثاق محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام وداعيا إلى وقف اطلاق نار إنساني عاجل ولقد كررت دولة قطر إدانتها لكل أشكال استهداف المدنيين والمرافق البدنية وممارسة العقاب الجماعي وحرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم ومحاولة التهجير القسري كما تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة التي تعد امتدادا لنهج الاحتلال وازدراء خطيرا للقوانين الدولية وتقطع الطريق أمام فرص السلام السيد الرئيس نرحب بالخطوات المتخذة لتنفيذ قراري المجلس 201712 و 201720 بما في ذلك تعيين السيدة سيغرد كاغ في منصب كبير منسق الشعور الإنسانية وإعادة الإعمار مؤكدين ضرورة التنفيذ الكامل لكل أحكام هذين الغرارين وفي الوقت نفسه نؤكد أن الحالة الإنسانية الفادحة والانتهاكات السافر الغانون الدولي والمخاطر الجسيمة على الأمن والاستغرار في المنطقة تحتم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري فذلك وحده يكفل وضع حد للمأساة وتجنيب المنطقة تصعيدا خطيرا وإن مطلب وقف الحرب يمثل إرادة المجتمع الدولي التي أعرب عنها قرار الدورة الاستثنائية الطارئ العاشرة للجمعية العامة التي صوتت لصالح 153 دولة الشهر الماضي وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير السيد الرئيس منذ البداية بذلت دولة قطر ولا تزال تبدل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات وبالتنسيق مع الشركاء الأقليمين والدوليين من أجل تحقيق الأولويات المتمثلة بإيقاف الحرب وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية الكافية والمستبرة وخلاء سبيل الرهائن والأسرة وتلافي مخاطر اتساع دائرة النزاع في المنطقة وبفضل جهود الوساطة لدولة قطر بالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية تم التوصل في نوفمبر الماضي إلى هدنة إنسانية وتمديدها مما سمح بإيصال المزيد من المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح المئات من النساء والأطفال المحتجزين في غزة ومن الأسرة الفلسطينيين ومنذ ذلك الحين لم تتوقف مساعي دولة قطر حيث أعلنت دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في التوصل الاتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تضررا وإيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع على أن ترسل الأدوية والمساعدات من دولة قطر جوا عبر مطار العريش ونتطلع إلى البناء على ما حققته مساعي دولة قطر الدبلوماسية والمضي نحو إنجاز اتفاق شامل ومستدام يوقف سفك الدباء ويقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 معاصمتها القدس الشرقية وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف ونؤكد أن ذلك هو الضمان الوحيد لتحقيق السلام المستدام كما نؤكد أن أي سياسات تخالف هذا التوجه لن تغير حقيقة أن قطاع غزة كان وسيظل أرضاً فلسطينية سيد الرئيس ينبغي أن لا نخفل عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إن دولة قطر تدين قرار سلطة الاحتلال مصادرة أراضي فلسطينية في القدس الشرقية الذي يضاف إلى القرارات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتعوق التوصل إلى حل الدولة كما تدين السماح بمظاهرة متضرفين تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى فذلك يشكل استفزازاً خطيراً يساهم في زيادة الاحتقان والعنف ونطالب المجلس مجدداً بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية السيد الرئيس تواصل دولة قطر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غطاء غزة فقد أرسلت حتى الآن 68 طائرة محملة بأكثر من ألف يطن من المساعدات الإنسانية كما يتواصل تنفيذ مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر بتقديم العلاج إلى 1500 من الجرحى من القطاع وقد وصلت منهم ثماني دفعات حتى الآن وإضافة إلى ذلك يقدم طاقم طبي قطري المساعدة في علاج الجرحى في العريش وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين تجاوز محنته وشكرا لكم السيد الرئيس شكرا لكم السيد الرئيس شكرا لكم السيد الرئيس شكرا للموثلة قطر إذن نقلنا لكم جزءا من الجلسة الخاصة في مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول العوضاع في قطاع غزة وانا قلنا لكم كلمة مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة التي أكدت أن دولة قطر تتطلع إلى البناء على ما تم تحقيقه والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وكذلك أكدت على تواصل تقديم المساعدات الإنسانية من قبل دولة قطر ترجمة نانسي قنقر